اشتركوا في القناة ومعالي وزراء الخارجية مشاريع القرارات والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزرية المختصة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم والتي تهدف إلى تعزيز آليات العمل الخليجي المشترك على المستويات كافة كما تباحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية مشروع البيان الختامي الذي سيصدر عن اجتماع مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد يوم العاشر من ديسمبر عام 2019 في الرياض وعقد المجلس الوزاري اجتماعا مشتركا مع رئيس وممثلي الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى حيث تم بحث المرئيات والدراسات التي كلفت بها الهيئة من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة والثلاثين هذا وكان معالي وزير الخارجية قد وصل إلى مدينة الرياض اليوم للمشاركة في الاجتماع الدورة الخامسة والأربعين بعد المئة للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الأربعين لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان في مقدمة مستقبليه سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هنا في العاصمة السعودية الرياض تعقد القمة الخليجية الأربعين يوم غد الثلاثاء وهي تحمل بين جنباتها ملفات لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية والإقليمية والدولية نحن اليوم متواجدين في الرياض لحضور القمة الخليجية الأربعين الجميع متفائل بهذه القمة ونامل أن تتمخض هذه القمة عن قرارات إيجابية تخدم مسير المجلس التعاون الخليجي التحديات التي تجابها المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية ومنطقة الشرق الأوسط عموما في هذه الأيام تحتاج لمثل هذه المناسبات الكبيرة لولود مباشرة للحديث عن هذه التحديات وكيفية وضع نقاط واضحة وفاصلة لمعالجتها اجتماع تحضيري ترأسه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بحثوا من خلاله الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك تقرير الأمالة العامة وقد أعرب وزراء الخارجية عن ثقتهم بأن القمة الأربعين ستكون قمة بناء حافلة بالقرارات التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون وتحقيق تطلعات مواطني دول مجلس التعاون نحو التضامن والترابط والتكابل من مقر الأمانة العامة في الرياض عقد الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون للقمة الأربعين هذه القمة التي ستعقد غدا يوم الثلاثة والتي من المفترض أن تناقش الكثير من الملفات المهمة من أبرزها التعاون المشترك والملفات الراهنة في المنطقة سهر عصفور لمركز الأخبار الرياض